اشتركوا في القناة ويقظ السعوديون في ذلك الصباح وقد بدأ الحزن والضيق ينسج خيوطه مع انتشار نبأ الوفاة حتى جلل رداءه الأسود كل شب من أرض الوطن بقدر الإيمان والتسليم بقضاء الله وقدره إلا أن ثم تغصة وزفرة وعبرة تحشرجت بها الصدور فالفقد كبير والمصاب جلل والخطب يهز الوجدان فقد رحل سلطان الخير وفقد الوطن واحدا من ركائزه وأركانه ورجالاته العظام إن القوة الحقيقية التي تمتلكونها الآن ليست قوة الحديث والنار وما تطورت إلى التقنية الحديثة بل القوة الحقيقية التي تكمن في صدر كل منكم هي قوة العقيدة السمحة التي تدعو للسلام وتؤمن بالسلام وتؤمن بالمحبة وحسن الجوار أبصر النور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز يوم السادس عشر من شعبان من عام 1349 من الهجرة المواثق الخامس من يناير من عام 1931 من الميلاد في مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية نشأ وترارع في كنف والده المؤسس الملك عبد العزيز طيب الله ثره فتعلم وربى على يدي والده الذي كان شديد الحرص بأن يحسن تعليم وتربية أبنائه على هدي من تعليم الدين الحنيف كحفظ القرآن والسنة واللغة العربية والفقه والأدب والتاريخ كأساس قبل أن يتشربوا علوم السياسة وفنون القتال في حقبة هامة من تاريخ تأسيس وتوحيد هذا الكيان أظهر الأمير سلطان نباهة وذكاء فطريين منذ صغره وكسب ثقة والده في الاعتماد عليه فعينه رئيسا للحرس الملكي ثم أميرا للرياض ومنذ ذلك الحين وخلال عقود خمسة ظل رحمه الله في خدمة وطنه بتقلد مهام ومناصب عدة حتى وافاه الأجل لم يغب يوما عن أداء واجب أو خدمة دين أو مليك أو وطن عرف الأمير سلطان بن عبد العزيز بكياسته ولباقته وحسن تعامله وبعد نظره فكان ذلك مما جعل منه سياسيا ماهرا في التعامل مع القضايا وحل الخلافات ورجلا يعتمد عليه في المشاركة في رسم سياسة بلاده وترجمتها في كثير من المحافل إن المملكة العربية السعودية وبحكم دورها في الساحة الدولية وكونها حاضنة للحرامين الشريفين موئل أفعدة المسلمين حريصة كل الحرص على الإسهام في نجاح هذا التجمع التاريخي السيد الرئيس تجتمع هذه القمة العالمية بعد خمس سنوات من قمة الألفية وما زالت الأهداف التي سبق الاتفاق عليها تستدعي المزيد من العمل لتحقيقها فنحن اليوم أحوج ما نكون إلى أمم المتحدة فعالة وقادرة على النهوض بمهامها في تحقيق الأمن والسلم الدوليين والتنمية المستدامة في العالم وضمان حقوق الإنسان في إطالة احترام الخصائص الذاتية لجمع التمعات والثقافات المتعددة ولم يعرف العمل الإنساني الخيري مجاهداً وهب حياته وما يملك للقيام به أكثر من سلطان بن عبد العزيز حتى وصف من شقيقه الوفي الأمير سلمان أنه جمعية خيرية بذاته وظل لقب سلطان الخير الأقرب إلى تفسير هذه العلاقة المتشابكة بين العمل الخيري والإنساني الذي بنى له الدور والمدن وجال من دوبوه البلاد من أدنها إلى أقصها وتجاوزها إلى خارجه وبين سلطان الإنسان رجل الدولة والوالد والأخ والذي كان للتواضع عنواناً للتسامح مقاماً وللعطف ديوان سام هل تجي عندي؟ شايفك؟ هل تجي عندي؟ قلت لي قول طعام حايل شايفتك في حايل يعني تجيت معاك؟ ايه أعرضت معاك بعد تجي عندي؟ شايفتك عندي؟ يلا هل تجي عندي؟ ساح هل تجي عندي؟ شل من العربية انت مبسوط؟ يا دا أنا أحبك وأنا أحبك بعد يا دا أنا أحبك وأنا أحبك بعد أنتوا سفراء الحقيقة سفراء المحبة سفراء العاشقين للتآلف الناس اللي يحشقوا التآلف للشعوب يوثلوا دائما في الشباب وفي الرياضيين على مستويات الرياضة وعلى نوعية الرياضة كلها ولقد حظي شبابه ورياضيه الوطن بمواقف يسجلها التاريخ في 1996 لما تشرفت بالسلامة عليها المغفور له فقال لي أنا أعطيك هدية خاصة مني وعطاني سبحتها اللي أنا أتوقع أني أفتخر فيها كثير ويمكن من القليل لما اللاعبين يحصل على هذه الجوائز الخاصة يمكن ثنين ثلاثة من اللاعبين هذا الرجل العظيم صراحة يعني أفعاله تتكلم عنه أديه البيضاء كيفين أبتسامته دائما يعني مبتسم صراحة كل لقاءة الأمير أو كل مقابلاته يعني ما عمري شفت أنه زعلام في يوم الأيام طبعا من ذكرى اللي ما تنسى إن شاء الله بإذن الله كان في نهائي للأهل والاتحاد بوجود الأمير سلطان بن عبد العزيز رحمة الله عليه كان ودنا أنه شرف كبير نسلم عليه لما نطلعنا المنصة وكنا مبسوطين بعد المباراة ونتيجة حلوة فأهداني القلم فصراحة من أغلى الهدايا لما تنسى فبخلاف رعايته للكثير من النهائيات كان يستقبل الوفود الرياضية والشبابية والشخصيات القيادية داعما ومشجعا ومكافئا وأنا أتذكر بعد عودتنا من سنغافورة بعد التأهل إلى أولمبيات لوسانجلس والكل يتذكر تلك الدورة وكانت آخر مباراة لنا مع كوريا الجنوبية وكانت تتجهتها خمسة أربعة وقبلها كان الكويت أربعة صفر فكان فيه انبهار من الناس هم تأهل عالمي ومن ثم مستوى ونتائج جيدة انبهر الناس خرجوا للشارع فكانت تظاهرة تظاهرة رياضية عظيمة لم يعهدها الشارع الرياضي فعليها بناء عليه عندما تشرفنا بالسلام طبعا تشرفنا قبل بالسلام الخادم الحرمي الشريفين كان الملك فهد رحمة الله عليه ثم ولي عهده الخادم الحرمي الشريفين الملك عبد الله بن عبيز الآن ثم الناعب الثاني فدخل في الديوان على اللاعبين وسلم عليهم وامتدحهم وكرمهم حتى أنا أتذكر أنه كرمهم بجنيهات ذهب يعني صرر كذا وزع عليهم وكانت الابتسامة الدائمة المعود فيها بادئة على محية وكأن الحدث يعني وقال كلمة أخوة أيوة بجيك فيها فلما جلس قال من فرحته ومن الحدث العظيم قال لو أن سلطان بن عبد العزيز يا أبناء سمعوا لو أن سلطان بن عبد العزيز أخذ جيشه البري والبحري والجوي وحارب في مكان ما وانتصر وعاد لمستقبل الاستقبال اللي تم استقبالكم به ما بشك أنه كرة القدم الآن ما أخذ المسيرة الأولى في الرياضة بغض النظر عن رياضات الأخرى بغض النظر عن أهداف رياضات الأخرى نحو الجسم ونحو الفكر لذلك الحقيقة أنه الاعتزاز الأساسي انتصاركم على أنفسكم طبع كل شيء الله أكبر هي اللحظة الفارقة اللحظة التي يتحاشاها ويخشاها المرء رغم إيمانه بأنها الحقيقة التي لا مفر منها إنه الموت لا ريب فيه ويقين لا شك فيه القدر الإلهي الذي لا يتقدم ولا يتأخر ساعة سبحانك يا الله ما أعظم حكمتك لا ينجو من الموت من خافه ولا يعطي البقاء من أحبه أي لحظة تخط تاريخ تباعد بينما قبل وبعد أي ساعة تدق في القلوب دقائق اللوعة وثواني الحزن أيها الفقيد المسجى بأكاليل الحب والدعاء يا سلطان وتحمل على الأكتاف في حضرة التبتل تتطاول لك الرقاب كأنها ترمق ابتسامتك يتشقق الصمت المهيب بالدعاء والابتهال للرحمن الرحيم أن يرحمك ويغفر لك وتحمل يا سيدي على الأكتاف ملفوفا بالأكفان أنت الذي حملت على الأكتاف سنين عمرك أمانة المسؤولية وثقل الأمانة هذه الجموع الباكية الداعية هذه المآق التي تحجر بها الدمع والقلوب التي اهتزت والأبصار التي ذهلت والعقول التي سجت هذه المواكب الحزينة التي تقاطرت لتلقي عليك النظرة الأخيرة نظرة الوداع إلى دار القرار اللهم أجزهي عن الإحسان إحسانا وعن الإساءة عفوا وغفرانا اللهم أدخله الجنة من غير مناقشة حساب ولا سابقة عذاب اللهم آنسه في وحدته وفي وحشته وفي غربته اللهم أنزله منزلا مباركا وأنت خير المنزلين